اشتركوا في القنابل اشتركوا في القناة اتشرب افكار العداء ولغات التهديد اللسانية والارهابية وهنا ابرز مخرجات النظام القطري رجل اكاديمي في جامعة قطر ويعمل مستشارا لامير بلاده يهدد معارضي سياسات النظام بالقتل عبر اخطر الاسلحة الكيموية وعلى شاشتهم الوطنية وانا هنا اقول على الحشد القبلي اذا كان بدون التوجيه سياسي فانا اقول ان هؤلاء الناس فاتهم ان حرب دحس الغبراء قد انتهت حرب البسوس قد انتهت وان التجمع القبلي لن يعملوا شيئا لانه تجمع عشرة او عشرين او خمسين الف رجل او ميتين الف رجل فان قنبلة من الغازات السامة تسحق هذه القبائل كلها بعدادها وتنتهي من هذا الموقع يعني لم يعود السيف ولم يعود الحصان ولم تعود البطولة الشخصية واردة كما هي وشيلاث الأقارب عنهم في حرب البسوس وحرب دحس الغبراء قد انتهت ولهذا نقول ان عقلانية القبيلة ما زالت تفكر في القرون الوسطى بان هذا الحشد الكبير سيامة لا الدبابة الان حلت الطائرة حلت الصواريخ بعدة المدى حلت الاسلحة الكيموية حلت محل كل النزاعات التي تمكي وانا اعتقد في مثل هذا الحالة ستستخدم جميع الاسلحة الساحقة لا سمح الله لو تم من هذا القبيل تهديد على لسان اكاديمي يحلل ويتوقع في ظاهر الامر ولكن في باطنه يوصل رسالة مباشرة من رأس النظام في قطر الى المعارضين من ابناء الشعب القطري تقول في مطلعها ان احذروا واحذروا فلن تجدوا في حكمة نظام قطر غير القنابل والغاز السام شيئا لحل الازمة السياسية هذه هي النخبة القطرية المسيسة شتان بينها وبين من عاش في كنف حكماء قطر وان دورنا اليوم التضامن لتطهير ارضنا منهم والاستمرار في التنمية التي ترفع اسم قطر عاليا وتزيد دورها الحضاري وقيمتها الانسانية ليست المرة الاولى التي تطل هذه الاصوات برأسها عبر منابر التضليل الاعلامي والفكري لتكرر محاولاتها لتزييف الحقائق وتحريف الوقائع بهدف زعزعة الامن والاستقرار في دول عربية وخليجية وللاعلام القطري سوابق تاريخية في دعم الارهابيين واصحاب الفكر المتطرف وردا على تهديدات الاكاديمي ومستشار امير قطر بقتل الحشود القبلية بالقنابل اعلنت الفدرالية العربية لحقوق الانسان والمنظمة العربية لحقوق الانسان استهجانهما لتلك التهديدات التي وصفتها بالخطيرة بابادة القبائل القطرية بالغازات السهمة وطالبت الفدرالية والمنظمة المجتمع الدولي بالتدخل لاتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لمنع ترجمة التهديدات الى افعال حقيقية ولم يعد مستغربا على النظام في قطر ان يتجاهل كل رأي يقوده الى جادة الصواب وهو ما اخبرتنا به فصول هذه الازمة وسابقتها